امتحان علوم الصفة الثالثة الإعدادي محافظة الإسكنيرية الترم الثاني 20-24 السؤال الأول أولاً أكتب المستحى العلمي الدال على العبارات الآتية 1. مركبات كيميائية سريعة في تفاعلتها لأنها تتفكك أيونياً المركبات الأيونية 2. هرمون يكون بضبط معدل سرعة نمو 3. عضلات وعزام الجسم 4. هرمون أنمو 3. التغير في تركيز المواد المتفاعلة والمواد النتيجة في وحدة زمن سرعة أو معدل التفاعل الكيميائي 4. أعضاء خاصة تكون بإفراز الهرمونات بجسم الإنسان 5. الغدد الصماء أو الغدد اللاكنوية 5. ثانياً استخرج الكلمة الغيد مناسبة من العبارات الآتية 1. لون الجلد 6. فصيلة الدم 7. عدد الأصابع 8. السباحة 9. السباح 10. اهرب بينهم 11. صفات ورصية 12. الأنبير 12. الأوم 13. الأومتر 14. الفولت 14. الأومتر 14. طيب اهرب بينهم 15. وحدات كيائس 15. العيون الواسعة 15. وجود نمش بالوجه 16. الشعر المجعد 16. شحمة الأزن المنفصلة 17. وجود نمش بالوجه 17. طيب اهرب بينهم 18. صفات سائدة 19. تدمير نخاع العزام 20. تغير في تركيب الكرومسومات الجنسية 21. تدمير الجهاز العصبي 22. تدمير الجهاز الهضمي 22. تغير 23. تغير في تركيب الكرومسومات الجنسية 23. طيب اهرب بينهم 24. التأثيرات 25. النتيجة 25. عن التعرض لجرعة إشعاعية كبيرة 26. خلال فترة زمنية قصيرة 26. ثالثا 27. تخير الإجابة الصحيحة 27. من بين الأقوائس 28. تنحل نطرات السوديوم 29. بيضاء اللون بالحرارة إلى نقط 29. وتساعد غاز الأكسجين 29. نيتريت السوديوم 30. نيتريد السوديوم 30. صح 30. نيتريت 30. السوديوم 30. نيتريت السوديوم 30. نيتريت السوديوم 31. السؤال الثاني 31. ضاع علامة صح 31. ضاع علامة صح 32. أمامها العبارة الصحيحة 32. أمامها العبارة الخطأ 32. يمكن نقل الطيار 33. المستمر لمسافات قصيرة 33. أو طويلة 33. برخطأ 33. الطيار المتردد 34. تزداد سرعة 34. التفاعلات الكيميئية 34. بسباة درجة حرارة التفاعل 34. برخطأ 35. بارتفاع أو زياد 35. تعتبر العناصر المشاعة 35. غير مستقرة 36. التي تجد وجود طاقة زائدة 36. عبارة صحيح 37. تحل الفلزات 37. محل هيدروكسيد الفلز 38. وتصعد غاز الهيدروكسيد 39. عبارة صحيح 39. ثانيا 40. اسكر مثالا لكل 40. مما يأتي 41. واحد جهاز يستخدم 42. لضبط 43. كيمة 44. فدة الطيار الكهرابي 44. في الدائرة الكهربية 45. الرجستات المنزلق 45. أو المقاومة المتغيرة 46. غاز يسبب 46. زيادة توهج 47. عود ثقاب مشتعل 47. غاز الأكسجين 48. نوع من النشاط الإشعاعي 49. الذي ينطلق 49. أثناء التفاعلات النووية 49. والتي يمكن التحكم فيها 50. المفاعلات النووية 50. لو قال لي 51. التي لا يمكن التحكم فيها 51. يبقى القنابل الزري 52. أربعة 52. مادة كيميائية من خوصها 53. تقليل الطاقة 54. اللازمة للتفاعل الكيميائي 55. العامل الحفاية 55. مثل ثاني أكسيد المنجاني 55. ثالثا 55. علل لما يأتي 56. يطلق على الغدة 55. النخمية 56. اسم سيدة الغدد 56. لأنها تفرز هرمونات 57. تنشط معظم الغدد 57. السماء الأخرى 57. السؤال الثالث 58. أولا 58. أكمل ما يأتي 59. واحد 59. المادة التي تفقد 59. أكسر أثناء التفاعل الكيميائي 60. تعرف بي 60. العامل المختزل 60. العامل المختزل 60. عملية أكسدة 61. يعني فقد إلكترونيات 61. أثنين 62. يستخدم جهاز نقاط 63. لقياس فرق الجهد الكهرابي 64. جهاز الفولتاميتر 64. بينما يستخدم 64. الدينامو في 64. تحويل الطاقة الحركية 64. إلى طاقة كهربية 64. أو 65. الحصول على طيار 65. متردد 65. تلاتة 66. يتأخر عنصر 66. الألمونيوم في تفاعله 66. مع حمض الهيدروكلوريك 67. لوجود طاقة من نقاط 67. من أكسيد 67. الألمونيوم 67. الألمونيوم في تفاعله 67. ثانيا 67. صحح ما تحته خط 68. رقم واحد 69. تفاعل السوديوم مع الماء 69. بيانتج هيدروكسيد السوديوم 69. وغاز الأكسجين 70. طبعا 70. الغاز من نين؟ 71. الهيدروجين 72. اثنين 72. انتزع مندل بتلات 72. أظهار نباتة البسلة 73. ليمنع تلقحة ذاتيا 73. صح 74. الاسدية 73. تلاتة 74. تنحل معظم كربونات الفلز 75. عند تسخينها إلى الفلز 76. وغاز سانوكسيد الكربون 77. إلى أكسيد الفلز 77. وغاز سانوكسيد الكربون 77. أربعة 78. يسمى الكين الحي 78. الذي يحمل صفة وراثية 79. غير نقية 79. بالفرض المتنح 79. الفرض الهاجين 80. انظر إلى الشكل المقابل 80. ثم أجي 80. اذكر قراطة بولتاميتر 80. مع ذكر السبب 70. عند عمدين توصلنا على إيه؟ 71. على التوازي 81. تتساوي الكوة الدفعة الكهربية لعمود الواحد 81. إذا كان 3 فلز 82. قراطة Protezy 82. ل wood 82. لأن الكوة الدفعة الكهربية للأعمد المتمثلة المتصلة على التوازي 82. تساوي القوة الدفعة الكهربية للعمود الواحد 83.aran 83. السؤال الرابع 84. أولا اختر الإجابة الصحيح 83. واح 85. الصفة الورسية التي تخطفي في أفراد ال Leonard الأول ثم تظهر في أفراد الجيل الثاني هي الصفة السائدة المتنحية المتورسة المكتسبة صح الصفة المتنحية نين في نهاية التفاعل الكيميائي تكون نسبة تركيز المواد المتفاعلة صفر خمسة وعشرين في المية خمسين في المية مية في المية طبعا تكون ايه صفر في المية ثلاثة تنحل كابريتات النحاس الزرقاء بحرارة إلى أكسيد النحاس الأسود فقط أكسيد النحاس الأسود وغاز ثالث أكسيد الكابريت أكسيد النحاس الأسود وغاز ثالث أكسيد الكابريت غاز ثالث أكسيد الكابريت فقط صح رقمجيم أكسيد النحاس الأسود وغاز ثالث أكسيد الكابريت أربعة التركيب الوراثي لنبات بسلة طويل الساق زو أزهار حمراء هاجين يكون تي كابتل تي سمول أر كابتل أر سمول تي كابتل تي كابتل أر كابتل أر كابتل تي سمول تي سمول أر كابتل أر سمول تي سمول تي سمول أر سمول أر سمول طويل الساق أحمر أزهار هما الاثنين صفتان سادتين وهاجين يبقى تي كابتل تي سمول أر كابتل أر سمول ثانياً صلب من العمود ألف ما ينسبه من العمود ب الخلايا القهرو الكيميائية تحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربية التعادل تفاعل حمض وقلوي لتكوين ملح وماء ثلاثة الأنبير ألف كولم على ثانية أربعة الأكسادة رقم بها عملي كيميائية ينتج عنها زيادة نسبة الأكسجين في المادة أو نقص نسبة الهيدروجين فيها ثالثاً وضح على أسس وراسية عند تلقيح نبات بسلة زو أزهار حمراء نقية مع نبات بسلة زو أزهار بيضاء نقية وجد أن كل النباتات النتيجة حمراء اللو علماً بأن اللون الأحمر يرمز له بالرمز أركابتل واللون الأبيض يرمز له بالرمز أرسمول الأباء 100 في المية نبات بسلة أظهار حمراء هاجين اشتركوا في القناة